السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله بدرس اليوم اللي راح يكون عن تنصيب بيئة العمل اللي عندنا ال IDE البرنامج اللي راح نستغل عليه احنا هو برنامج ال Xcode هو برنامج مجاني من شركة افل البرنامج متاع على ال App Store لو تروح لل App Store على جهازك الماك تبحث عن Xcode مربع البحث Enter هذا هو البرنامج أنا منزل عندي البرنامج لذلك على طول يظهر معي الزر افتح الان لكن انت لو داخل على ال App Store راح يطلع معاك تنزيل او تثبيت البرنامج قبل ما تنزل البرنامج عندك تأكد من توفر المساحة على جهازك الحجم شوي عالي لل Xcode ممكن وصل اكثر من 8 قيقر هتأكد من المساحة متوفرة على جهازك قبل ما تنزل البرنامج الاصدار الحالي اللي احنا نشغالين على 11.4.1 نازل قبل اسبوعين من تسديل هذا الفيدي عن ال Xcode لو نفتح ال Xcode سواء من هنا من ال App Store نفسه او لو جهازك بعد ما تنزل من البحث أو Xcode Enter هذا هو الواجهة الرئيسية او الخارجية خلينا نقول لل Xcode نفسه قبل ما نتكلم عن الواجهة نفسه ال Xcode مو بس انك تبرمج عليها ال Swift انت ممكن تبرمج عليها ال Swift ممكن تبرمج عليها ال Objective C للغة ال C++ لل Jafa لل Python لل Ruby فعندك اكثر من لغة لل Python ممكن اكثر من لغة تشتغل عليها الواجهة الخارجية لل Xcode عندك ثلاث خيارات فيها اللي هو Get Started وال Playground واللي راح يشتغل عليها في اول قسم عندنا اللي هو خاص بالاساسيات لغة Swift راح نتكلم فيها زم ما ذكرنا عن الاساسيات اللي هي الجمل الطباعة والجمل الشرطية وتعريف المتغيرات والثوابت والجمل التكرارية الى ان نصل الى مفهوم ال Object Oriented أو برمجة كائنية التوجه فراح يكون شغلنا فيها كله على ال Playground واللي راح نحصل من خلالها على النتائج بشكل مباشر اي كود تكتب ان تشوف النتيجة بشكل مباشر لما ننتقل للسكشن اللي بعده اللي هو خاص بالواجهات او الرسومية او التفاعلية بناء الواجهات والازرار والقوائم والتنقل ما بين الشاشات راح نستغل على Create New Xcode Project و ندخل بتفصيل فيها ايش اللي موجود عندنا داخل Xcode في هذا القسم بتفاصيل ان شاء الله الخيار الثالث اللي هو Clonic System Project لو انت شغال على مشروع حالي وتستغل على ال Get طبعا ال Get وال GetHub ممكن نخلي لها سلسلة لان ممكن هي تفصيلية شوي لكن ناخذ اساسيات قبل ما نبدأ عن اساسيات لغة Swift عن اساسيات عن Get وال GetHub لان المشاريع راح نحاول ننزلها لكم على GetHub فكل درس راح نحط الرابط بالوصف رابط الكود نفسه لو تحب تنزل الكود الكود متاح ان شاء الله راح يكون على GetHub و راح نشرح كيف تسجل على GetHub كيف تنزل الكود كيف انت ممكن تستخدم GetHub بس كأساسيات ما راح ندخل في تفاصيل الاوامر الخاصة بال Get وال GetHub هذا بالنسبة للثلاث خيارات اللي عندنا بواجهة ال X Code على اليمين عندك فارغ الان لانه انت اول مرة تستخدم او تنزل ال X Code عندك اول مرة تفتح ال X Code او في مثل حالة انه انت مسح القائمة هذا القائمة هذي اشي اللي يظهر لك فيها recent project اي مشروع جديد تفتحه او تعدل عليه راح يظهر بأعلى القائمة هذي فهي قائمة بأحدث المشاريع عندك لو تحب تفتح مشروع ما هو من ضمن القائمة هذي عندك خيار Another project تفتح المشاريع و تفتح المشاريع في الخيار هذا اللي يظهر و يختفي هنا عندك خاص بالواجهة الخارجية هذي اللي احنا تكلمنا عنها لو انت تحب كل ما تفتح ال X Code يطلع لك هذي الواجهة بالخيارات الثلاثة و بالقائمة لأحدث المشاريع خلك مسوي تحديد على الخيار هكا لو تحب ان تفتح ال X Code على اخر مشروع انت كنت شغال على اشي لعلامة الصحة و تشيك منها فرح يفتح لي على اخر مشروع انا شغال عليه ما رح نطل اكثر بالفيديو ان شاء الله رح نحاول قد ما نقدر ان يكون الفيديوهات مختصرة في الوقت و غني ان شاء الله بالمعلومات باش كون وقتها قصير حتى ما يكون في ملل من طول الفيديو خلوني هنا نوقف و نلتقي بالدرس الجاي ان شاء الله رح نتكلم عن القتو القتهب كأساسيات اللي تخليك تعرف كيف تحصل على الاكواد أو كيف انت بنفسك لما تكتب كود ترفع على الاستخدام القتو القتهب فيه السلام عليكم موسيقى